السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبينا أبدأ أحبا أشكركم أنا أدعمكم لها بشاطة اللي فاتت وكمان ممثبت أننا أحنا وصلنا بيتين مشترك في القناة أنا من غير دعمكم بجد بكنتش استمرت ما أقولت لكم بشكر أو كلمات طيبة مش هعرف ألسيكم حقوقكم يا أحسن متابعين في الدنيا شكرا لكم أخ وأخت ضغط على زرار اللايك أو زرار الاشتراك أو دعمني بتعليق إيجابي أو حتى تعليق سنبي أو حتى ديسلايك شكرا لنيك يا عمي نبدأ بسم الله في موضوع فيديو النهاردة امدأ بسم الله في موضوع فيديو النهاردة هنتكلم عن طريقة حقق بها أرباح باستخدام الزكاة للإصطناع مش بس كده دي كمان طريقة ثابتة بمعدل ثابت تعريبا كل شهر تمام؟ هتدخلنا دخل ثابت أو دخل سنبي كل شهر بس من اللي مبدأ أقول لكم عن الطريقة اللي هنستخدمها أو الاستراتيجية بتاعة الفيديو النهاردة هتنزل تحت الفيديو تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يمسلط كل مديد يعني في الطريقة دي احنا هنستخدم الزكاة دستلاعي وهيكون عليه أغلبية الشغل وإحنا ما علينا غير إن احنا نكتم بس شوية أمر بسيطة ونفزل شوية ميكود بسيطة عشان ربنا سبحانه وتعالي إي هي الطريقة؟ الطريقة هي إن احنا هنبيع قصص الأطفال على أمازون يعني هي الكلام ده؟ كلنا لو ما كانش أغلبنا أكيد يعرف أو سبع عن موقع أمازون موقع البيع والشرن الونلاين وموقع دروب شبنج الكبير العالمي أمازون من فترة مش بعيدة عملوا أمازون كيندل إيه الكيندل ده؟ كيندل ده اختراه عملته أمازون قرر كتب هونلاين تقدر تحمل عليه كتب من أمازون وتقرأ عليها أو لو عندك كتب بي دي اف تقدر تنفعه على الكندل ده وتقرأه طيب ده مش موضوع من النهاردة موضوع من النهاردة إيه؟ إزاي هنبيع كتب أو قصص للأطفال تحديداً على أمازون بكل بساطة هنيجي عند خالة الكن هنختار كارئ كيندل الكتب الإلكترولية بالشكل ده كده هنبوس عليه بعد كده هتفتح لنا القائمة دي هنختار مطبع كتب كيندل منها هنختار كتب كيندل هتفتح معنا الصفحة دي دي كل الكتب الإلكترولية اللي همزوا بتتبيعها طبعاً كتب كتيرة جداً وأسعار عموت النهارة يعني عندك كتب فن اللي أبو بندها بقوة 115 جنيه things will never get over عامل 119 جنيه وغيره كتير من الكتب والروايات والمجلات الكوميكس بمهم طيب احنا هنيجي هنا عند الفئات هنيجي نفتح عند كتب الأطفال الإلكترولية ونختارها هتظهر معنا الصفحة دي هنا بقى كل كتب الأطفال والروايات عندك مثلاً إيه The Incredibles بقى 5 جنيه في هناك قصص إنيه The Tooth Fairy أو بنية الأسنات The Tooth Fairy بتاع paper pay جاعي من ثانية من 70 جنيه وغيرهم كتير من قصص الأطفال وفي عندك روايات هاري بوتر احنا بقى بستراتيجية النهاردة هنعمل قصص زي دي وعنباعها وفي هنا الفئة الأمرية يعني انت مثلاً عايز القصة دي من عمر الرضيع أو البيب اللي لسه مولود لحد سنتين أو من 3 إلى 5 سنين أو من 6 إلى 8 سنين أو من 9 إلى 12 سنة كيدي باللهاردة هنتعلم ازاي نعمل قصص حصرية من تألفنا زي دول ونباعهم بالسهر اللي احنا عايزين طيب ازاي الكلام ده؟ طيب انا ما عنديش خبرة في مجال التأليف وما بعرفش أقلف وما بعرفش أكل وما بعرفش أعمل بوك كفر أو الخنفية للكتاب ونباع بسيطة انا بقى يجي دور الزكاية الاستضاعي كل اللي علينا ان احنا ندينه شوية قوافر بسيطة وهو ينفزهن كل اللي علينا ان احنا ندين الزكاية الاستضاعي شوية قوافر بسيطة وهو ينفزهن طيب ازاي الكلام ده؟ عن طريق موقع اسمه وانس ابونابوت وانس ابونابوت اسم الموقع اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفين اسم الموقع اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفين ممكن تكتبوا اسمه كده في علامة البحث بتاعتكم او تدخلوا على اللينك اللي هستنبولكم تحت في صندوق الوصف هنيجي ندخل على اول لينك على عطون بالشكل ده استنى يحمل معانا ازاي تلو اذا بتعرضي على النحوان رح اجردي كل نقل وانا احنا نضيت العفو وانا اعمل sign in بسارك اني تقول الاحسان بتاع وانس كده sign in انا بادي با حاجة معاكم الخطرات خطر وخطر معاني بسارك اني تقول علي عند كده بس اعاج معاكم الخطرات خطر وخطر كده يا شباب اعتدنى البيانات بتاعكم من الشكل ده وبعدين تدو sign in بعد كده الشباب اتفتح معانا الصفحة دي هاتك تبنينا فيها كده what you want your story to be about البعث بالستة بتبعبار عني لو بنزيلنا تحت هنا شوية بصوا يا شباب الموقع ده في خطتين الموقع ده في خطتين الخطة المجانية دي بتديك تلت قصص ممكنية في الاسبوع انا عاجل قصة واحدة لان انا عملت قصتين قبل كده او ان خطة الشهرية بستة دولار تعريبا او سبع دولار لو حبيت تشتارك فيها هتدي لك كون شهر تعريبا حوالي عشر قصة او حاجة زي كده ونكتبني عني ثلاث قصة كل مسبوع حنوين اوي او مو هاب تكتب ثلاث قصة كل مسبوع حنوين اوي نو حبيت بعد كده تزول ممكن تشتارك او مو هاب عتيجي هنا هتكتب حرارة القصة او انت عايزة القصة تحكي عن ايه لو انت فيه في ذات موضوع معين او عنوان معين حبب ان القصة تتكلم عنه هتكتبه هنا بالشكل ده طبنا ما عنديش حوال تعريبان او فطر تتكلم عنها هتكتب هنا عن بخارة هدوش عني هكين ده وهيبتل لنا مع بعض العنوان ده زي بردتم شاكين مش عارف سجاب بيحلم يبطير بعض طنور او مع العصفين بعد كده هتختار الاسلوب او الشاب لان انت حبب القصة تمام يا شباب كده العنوان اللي اتعمل معنا اللي هو سجاب عايز يبطير مع العصفين ده العنوان بتاعنا وده موضوع القصة ده عادة اللي فينا ان شاء الله ده عاملنا القصة اللي في موقع اختارهمنا سجاب حلم حياته بغوي كتير مع العصفين حاجة زي كده ده كده العنوان طيب بعد كده هنعمل ايه بعد كده هم ييجي هنا عن الحاجات دي بعد كده هنيجي على الاختيارات دي اللي هي بتكون عبارة عن ثناتف على اساسها القصة بتتعمل يعني مسلا يعني مسلا يعني مسلا على سبيل المسان ده الرايتين اللي هو دوسنا عليه كده او فلتر الرايتين يعني لو جيت دوست على الفلتر بتاع الرايتين ده هاي زال لك كل سنين الكتابة الكلاسيج والكلاسيج والكلاسيج والانغاز والصص و مش عالفين الحاجات دي انا هاختار كلاسيج عال نفسي تقدر تختار الانغاز تريدت عايزه و انا اختار الديفول تيكون كلاسيج بعد كده الارت او شكل الصور او الراسلوب المتحركة اني حبيبها تكون موجودة في الكصة بتاعتك زي ببتو شايفين كل دي حاجات عايزها بيكسار وانا اللوحة زيتية وانا 3D وانا الانبي انا هخينا نفطار 3D باسابر وانا كورتري وانا سايبر وانا شايفين انا اختارها 3D بالشكل ده كده وحسبنكم بقى عامل فلتر الاخير ده عشان بتعرفوني واحدكم وحسب المتنكو كل حاجة وبعد كده بيجي عال ندرس عنها كده بعد كده بقى هيجيبنا هنا على الصفحة دي هيقول لنا ترسب او غناف كتاب بتاعك لو انت في رسمة معيالة حابب ترسبها هنا ونبني على اساسها غناف الكتاب لو انت بتعرف ترسل نعمل كده ماشي مش حابب ومكن تيجي هنا عمد ان خانة دي describe your image او نبشل في الصورة بتاعتك هتحط هنا على الكنالة انت عايزة عرسمين النساء معلش يا شباب الخطوة النفاتة دي هتكتب مثلا انا كتبت سجار وبعدين تدوش زياد بيت هيقلش لك الكصة بتاعتك وده شكل الكصة النهائي بعد كده بقى عايزيتني شوف الكصة دي عاملة ازاي ندوش عن او بيت بوك كده لشكل الكصة بتاعتنا كمان فيه بيزا لتعليق الصوتي يعني كوني وصفها وكل نفس لك الكصة بياتف لتعليق الصوتي عليه لتطوبة الروبوت كل ده يعني مجاني او ثلاثة كصة شميزوع مدنية يعمل لك شور زياد فون نسمع كده مع بعض نسمع الصوف مع بعض يا شباب او كمان فيه بقى او كمانا اخبار او كمانا كمانا خطوة كمانا بقى لتعليق الصوتي او فون او مجرد كمانا او يلا يسمع كده على شمير كده لتتكده مع بعض الكصة ولتعليك الصوت التاع اللو حبيل لنالي يتكليط الكويت الكويت كده بسعط نكست كده صفحة تانية زي بتوش تنفيذ بالشكل بتاع التدير طيب دلواتي مسلا التكست او الكنابل المكتوب هنا مش عاجبني اعبا بعدين واقع من ايه طيب كمان حاجة ان التكست او الكنابل المكتوب هنا مش عاجبني حابا بعدين واقع من ايه تراش عن ايه كده ترى التطبطتين بعدين واقع تفتع معاك الصفحة بكده ادل تكست لو حبيت تحزف حاجة تضيف حاجة للقصة وبتدعش ايضاف لها الصور بتاعتها في الخلفية كمان شي حالة مبايزة جدا كمان في حالة مبايزة جدا ان كل صفحة ليها الصورة بتاعتها ان بتدل على الفقر وكمان في حالة مبايزة جدا بكل صفحة او كل فصل دل القصة ليش صورة الخلفية بتاعته اللي بتتتكنم او لها عناقه نفس الموضوع اللي بيحكي عنه الفصل يعني في الصورة اللي فاتت بجاب لنا صورة سنجاب وبيعرفن ان او مش عارف حزيب وعايز اتبه مع الطيور وهنا بيكلمنا عن السناجب لو كان مننا شوية عدنان كان يجيب لنا صورة كمان بيشوفك مع بعض ايجيب لنا ايه بالرغم بكل شي بتلقوا ما تنسوش الوايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زرور الجرس عشان تمصل لكم بكلية جديدة لو حبيتني يقعب الفيديو وبتكارين في زي تقعب الحساب على امازون كندل وتقدر ترفع او تبيعنا على الكتب تقوني تحت التعليقات سلام